اشتركوا في القناة أستاذ حميد شاباط لكي نستهل له هذا اللقاء سجلت من خلال اللقاء أحضرك اليوم أن مسألة التي يتم تداولك كثيراً في الإعلام بحالين حول قطبية الـ PGD والـ PAM ما أشبهتك وانتقلتها بكل صراحة هذه قطبية وهمية وعزب استقلالي سيأتي لأول ماذا قلت لك تقول هذا الشيء؟ قلتها أنت متأكل أولاً نحن متأكدين من العمل اللي تنقوم به طريقة باش تدبرنا المرحلة دي الاستعداد السبعة أكتوبر إن شاء الله منذ سنة وحنا نسنهي برنامجنا تنتصل بكل الدوائر الانتخابية الدوائر الانتخابية الحمد لله تبعناها دائرة دائرة مرشح مرشح هناك بعض دوائر اللي تمتوافق حولها ونعتبرها ديمقراطية هناك دوائر للجأنة لسنادق الاقترامة بالإخوة الاستقلاليين والأخوات والحمد لله نرهنه على واحدة عداد إن شاء الله اللي يكون في مستوى التاريخ والعمل الوطني الذي قام به الحزب الاستقلال اليوم كين واحد النقاش اللي تخلق معروف الأطراف اللي تتخلقوه وتتحاول أنها توهم المغاربة هناك كينجوش أحزاب في المغرب وهذا خطر أولا على التعدد السياسي اللي تعرفوا المغرب التعدد النقابي وعلى المجتمع المدني المتحرك لا بالعكس كين أحزاب تتنافس حول المرتبة الأولى أنا لما تنقرأ النتائج دي الانتخابات الجماعية والجهوية والإقليمية والنتيجة دي الجوش أكتوبر دي المجلس المستشعرين تنشوف أن حزب الاستقلال مؤهل ليحتل المرتبة الأولى ولهذا ما عرفت علاش تبقى إقصاء حزب الاستقلال من طرف بعض وسائل الإعلام وحنا مع كامل الأسف فينا واحد الطبع تمنقلوا الطبع يغلبوا التطبع يعني الناس بدأت تتوهم لمغاربة أن حزب الاستقلال خارج اللعبة أبدا حزب الاستقلال حزب قوي والشحر الحمد لله كفاءاته في المستوى والحمد لله الآن بدأت الناس تتدير مقارنة بين الحكومة التي ترأسها السعب بس الفاسي والحكومة التي ترأسها السعب الإله من كيران كان فرق في كل القضايا الأساسية التي تهموا الشعب المغربي وهي الصحة تشغيل التعليم ولهذا حزب الاستقلال رقم أساسي وهذا يخلق إن شاء الله المفاجأة وهذا يكذب كل هذه التكهنات ولهذا يجب أن نتركوا المجال الأحزاب السياسية تنافس في 7 أكتوبر وإلا إلا قلنا كينيجو جداً معنا لش نديروا هذه الانتخابات ديال 7 أكتوبر معروف أن حزب الاستقلال ما يستطلح عليه بمكينة انتخابية لأنه عنده واحد تنظيم انتخابي المعروف وربما هذا الشيء الذي يخليكم مطمئنين أنكم تحتلوا الرتوبة الأولى وهذا طموح مشروعي ولكن لا تنفهمش الوقت الذي يكون عندكم الطموح باش تجيوا اللولين في نفس الوقت تنادون بحكومة ائتلاف وطني وحكومة ائتلاف وطني وكتناقض مع الفهم الديمقراطية اللي خص تكون في معارضة وخص تكون في أغلبية أغلبية ربحات انتخابات من حق تكون أغلبية ولي ما ربحش وبغي يمشي المعارضة كيمشي وما تنظرش أن الضرف الاقتصادي والسياسي استوجب أننا نمشي ولهذا مسألة دي الائتلاف وطني مزيان معناه هذا أن الاقتصاد بخير الآن لا تحمل مسؤولية صحيح 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 أنا أتحمل مسؤوليتها الوحدة الترابية تبعتم ما يحدث نعم كل سنة ونحن نبقى من يناير حتى الأفريل وننتظر النتائج والقيل والقال وكلنا منشغلين حول القضية الوطنية إذن هالشي تقال في واحد المرحلة لكان هالتأثير على الشعب المغربي دي القضية الوطنية ودي الاقتصاد مسألة أساسية وقلنا لما لا باش هالنقاش ما يبقاش هالسرع وهالتطاحن لمصلحة الوطن ولمصلحة الشعب المغربي أننا نخرج بوحدة حكومة ائتلاف وطني لتدخل واحد المرحلة معينة ولقضايا معينة أساسية اليوم بالنسبة إلينا احنا معا الديمقراطية ومعا أن تكون حزب ما يمكنش حزب أولا يسير حكومة لوحدة هذا مستحيل لحسب النظام الانتخابي المغربي ولذا لابدى يكونوا على الأقل لا ثلاثة دي الأحزاب أو أربعة هالتحالف احنا لاش تنقله حزب الاستقلال تنقله حزب الاستقلال قادر أنه يجمع بعض الأحزاب رغم أنها تتنافس تتناحر يعني تقصد اقوام البهد لا تنقله قادر قادر يكون بديل قادر يكون بديل هالنقاش اللي متروح بحدة في الشارع المغربي وعند الرأي العام لأنه ما بغناش المغرباء يبقوا يتخوفوا على مستقبل بلادهم تنقله لهم كان واحد ضمانة هي أولى المؤسسة الملكية طبيعة الحال ضمانة هو تراكم الديمقراطي اللي عشناه في بلادنا ضمانة كين أحزاب وطنية وعلى رأسي أحزب الاستقلال اللي قادر على تدبير المراحل الصعبة إذن هذه وجهات نظر دينا يمكن تكون صحيحة يمكن بعض الناس يقولوا لا هذا غير صحيح ولهذا احنا المنتوج دينا تنقدمه للشعب المغربي والشعب المغربي هو اللي غاد يحكم يوم 7 أكتوبر إن شاء الله المنتوج فعلا قلتين المنتوج اللي غاد تقدموه المغربي وهو البرنامج اللي أبغين نمشي وهذا البرنامج شفناه فيه تفاصيل كثيرة فيه تسعين هداف 64 إجراء أكثر من 500 64 التزام أكثر من 500 إجراء بكل صدق وأنا إعلامي يعني ما قدرتش أنني نقلم بكل هذه الأهداف وهذه الإجراءات وهذه الالتزامات فما بالك بالمواطن العادي سيد الأمين كتتوجه المواطن العادي ما يمكنك تقوله ثلاثة أو ربعة الإجراءات مهماً لك تهموا ببساطة نحن البرنامج دينات تبنى أولاً على تشريح الواقع الحالي اليوم طبيعة الحالي حصيلة دي الخمس سنوات ما بعد دستور الفاتح يوليوز تجعلنا أننا نبني وبرنامجنا على واقعه الواقع الحالي اللي كان اليوم هو أنه كان احتقان اجتماعي كانش حوار ما بين الحكومة والنقابات والمقاولات الواقع الحال الآن كان ديون داخلية وخارجية يعني أثقلت كاهل الشعب المغربي والدولة المغربية واقع الحال اليوم كان واحد تخليك على المدرسة العمومية وعلى الصحة العمومية الواقع الحال أن اليوم في إطار السكن الاقتصادي واللي دات عليه بعض الضرائب اللي إصبحتها هو عائق في وجه التنمية لأنه لم يبقى هذا المنتوج متروح للبيع بكترا كما كان سابقاً العقار بصفة عامة اليوم والسكن وقف الحركة وقفت فيه والعقار تشغل مئة الآلاف دي اللي يد العامل ويمكن نقول المشغيل رقم واحد في بلادنا بالإضافة للفلاحة وبعض والصناعة وبعض يعني الحيراف الأخرى إذا هذا الواقع تجعلنا أننا نفكره كثير وأننا نبتكره ونجتهده باش نخرجه واحد لبرنامج اللي هو عبارة عن ورش قابل للتنفيذ احنا التجارب اللي اكتسبناها والخبيرات اللي اللي عند حزب الاستقلال واللي خبرناها ونحن داخل الحكومات وكذلك داخل المعارضة إذا ستين سنة دي الاستقلال حزب الاستقلال قدار 40 عام في المعارضة وعشرين سنة في الحكومات وكل مرة دخلنا للحكومة إلا من أجل قضية وطنية كبرى دخلنا في بداية الاستقلال وكان عندنا الشرف باش نخرجه إلى جانب المرحوم الحسن الثاني لأول دستور الملكة دخلنا من بعد بعد المسيرة الخضراء في الانتخابات دي السبعة وسبعين من أجل استكمال الوحدة الترابية دخلنا في الحكومة التنوب التوافقي سنة 98 مع السيد عبد الرحمن اليوسفي رغم ما حصل إلي حزب الاستقلال في الانتخابات دي السبعة وتسعين تشريعية والسيد عبد الرحمن اليوسفي في المؤتمر العام أنا ذاك دي الحزب الاستقلال قال أن الحزب الاستقلال كان مستهدا لأن التنوب الحقيقي كان غادي يكون في 94 ولكن مع كامل للأسف لم يتم لأن سبح محمد قوستات يعني قاموا تشبيث بأن الحكومة تكون سياسية مئة في المئة ورفض دخول دي الوزير الدولة دريس البصري أنا ذاك بما يجعل أن تنوب لا وذكر فإن الدكرة تنفع المؤمنين أدى التمن لا أدى التمن ولكن بالنسبة إلينا حزب استقلال يظل حزب مواقف تنسجلوا أن حزب استقلال حزب مواقف وسيضل حزب مواقف إذن شاركنا مع السيد عبد الرحمن اليوسفي باش نجنحنا واحد تجربة ديال تخول معارضة للحكم هذا مهم جدا من بعد طبيعة الحال في 2007 صدرنا الانتخابات إذن من بعد 81 سنة حزب استقلال يقدم الشهداء من أجل الوطن ومن أجل الديمقراطية والعدلة الاجتماعية عاد حصل على منصب ديال ويلزارة الأولى نتائج اللي اعطينا من 2007-2011 لا زالت مسجلة في جميع المجالات 25% في الزيادة في الحد الأدنى للأجور 600 درهم كانت لجميع الموظفين في البلد توظيفات في المناصب اللي كانت 100 ألف في أربع سنوات الحمد لله 550 ألف منصيب بالنسبة للقطاع الخاص والعام في أربع سنوات 85% من الإجراءات اللي كانت عند حزب استقلال البرنامجو للطبقات وكانت مازالة سنة على الاستحقاقات حيث استقلال كذلك لعب واحد دور أساسي بالصبر ديال الوزير الأول أنا داك والصبر ديال الحيز بتجاوز واحد المرحلة صعيبة ديال ما يسمى بالربيع العربي والحمد لله من بعد الخطاب ديال 9 مارس من بعد الدستور ديال فاتيح يوليوز حيث استقلال سهل ما مريع ومجاش في ذاك المرحلة وقال أنا إلا ما كنت غادي نزل الشارع أو إلا ما كنت غادي نعرق بالعكس سهل ما مريع ولكن في يناير 2012 خلا كذلك عجلة ميزانية بـ 7% وخلا صندق المقاصة بـ 57 مليار درهم اليوم العجلة ميزانية بحدود 4% وصندق المقاصة بـ 17 مليار درهم كان ستلقاوس وكن نقول لك مزيان التاريخ منه كنطالقوا ولكن اليوم أشنو غادي نعطيه للمواطن كإجراء 3-4 إجراءات مباشرة اللي غادي جعله هو يمشي يصوت على حزب الاستقلال وميصوت على هذا الحزب أو هذا لا حزب الاستقلال خلا نسبة نمو في 2011 رغم 2011 كلها كانت مسيرات كلها كانت اعتصامات وكلها كانت إصلاحات سياسية 5.5% هل أبدأ أن أسجله اليوم هذه الحكومات تختم الحاصلة بـ 1.4% هذا الفرق نحن بالنسبة إلينا الميزانية والعجل الميزانية نحن التي تهمناها كاستقلالي ما شيء ما يسمى الآن في الميزانيات بعملية المكرو اقتصادية لا نحن مكرو اجتماعي نحن حزب اجتماعي نحن ما يهمونا هو المواطن المغربي ما يهمونا هو ساكن دور الصفح اللي تقصنا الرحله ويسكون في دار بكرامته ما يهمونا هو الطفل لما يصل السينة تمدروس يلقى الكورسي دياله في المدرسة ما يهمونا لما المرأة تذهبوا إلى المشفى لتاليد ابناها تجدوا السرير وتجدوا العناية اليوم يا أخياتش غير موجود فعهد حزب زقلال بشي كمل لك أنه 1500 كيلومتر ديال طرق السيارة اللي كانت الموانئ وعلى رأسي الميناء المتوسطي المطارات في المغرب كلها تجدت وكلها تبنت من جديد يعني كانت واحد العمل ديال البنية التحتية حقيقية لتيستافذ من المغرب اليوم هات قطاع السيارة اليوم راه بدافع عهد الحكومة السابقة هات الصناعة وتصنيع بصفة عامة والتكنولوجية الحديثة بدافع عهدك الحكومة هات الحكومة اللي كان فيها عزب زقلال خلقت أوراش كبرى وكي لمشاكل الساحة اللي مرأي شينا محناك نجرهم لا 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 ما نجرهم مش بالعكس راه المجانية ديال الولادة في المشتفى يجاد في عهد أختي اسمينا بدو في عهد حزب الاستقلال كل أمور واضحة اليوم ما يمكنش تدخل اليوم بطاقة هذا الرميد وخصيك تأدي اليوم باش تمشي للمشتفى الجامعي اليوم خصي أعطيك الموعيد على سنة باش تدير عملية جراحية ولكن الأدوية عرفات من حفاظة أو تأدي الأدوية ما تشراتش للمشتفيات العمومية سنتين يا أخي اليوم الحكومة تتوفر فلوس الأدوية ما تشراتش أستاذ تكلمتي بزاعة الحكومة ولكن ما زال ما قلتش لهم الإجراءات الإجراءات بالنسبة إلينا أولا في البرنامج دينا ركزنا على التعليم أولا قلنا لا بدا بالحفاظ هالتعليم كمؤسسة عمومية وعلى المجانية دي للتعليم وعلى تعميم التعليم ومغرابات التعليم لأنه حرام أننا اليوم في هذا العهد أننا سنوات وإحنا قاعدين في التعريب وصلنا حتى للباكالوريا بدأ النقاش حولها باكالوريا مفرنصة شوية تنولي وتنتراجعوا على اللغة العربية وتنظروا يحوظها الفرنسية من الابتدائي شرح لنا مغربة مزينا نفهمها لأننا بغينا هويتنا لأننا مغربة التعليم لا مغربة التعليم لا نشرحها لك لأننا اليوم كانت تنقبطوا نماديج من الخارج تجربة الفرنسية تجربة الأمريكية تجربة الكندية يعني تجارب العالم قمنا بها مخططات وندوات ومحاضرات لكن لما تشوف التعليم في الستينيات وسبعينيات را كان أقوى من التعليم اليوم كنا كتاب ديال بوكماخ بوكماخ وما أدرك بوكماخ وكتاب ديال المياس تتقرأ فيه التربية الوطنية والتربية الإسلامية وكان الإنسان عنده التحصيل اليوم را مشكلة اليوم را تنجيبه قسم وتنطلعه كله نجح ولا ما نجحش من الابتدائي وحنا تنطلعه تنطلعه تندخله الإعداد تنبغى ونغرب له تناوي كل شيء تتبقى تتبقى واحد للخمسة في المئة واللستة في المئة إذن هنا في المطرح السؤال هالتخلي على المدرسة العمومية احنا بالثبات إلينا في البرنامج ديالنا هدينا نحتفظ بها القطاع الصحة كذلك اليوم كاين استهداف ديال الصحة العمومية اليوم تتمشي للمشتفى وما كمشت المشتفى الجامعين ما نهضر عليهم اللي بدأوا في عهد حزب الاستقلال مثلا ديال وجدة تحل بلا ما يكمل بلا ما تكون فيه التجهيزات الكاملة واليوم كاينة مشاكل في المستشفيات الجامعية كلها وتتمشي لمشتفى خصوصي ما كايش مراقبة اليوم استحدى المواطنة صبحات مهددة يمكننا نقولو تسعود مليون ديال الرامض بطاقة الرامض بطاقة الرامض بدات في 1989 في عهد عباس الفاسي ولكن بدينها بجهة بجهة بدينها بالجهة اللي هي اكتر فقرا اللي هي جهة ديال تصدلاء الزلال وبدأت المنتوج وكان نجاح بدايته جينا نحطي بطاقة تولد تسعود مليون بطاقة معناها تسعود مليون ديال العائلات مدخولها عشره درام يوميا واشوف الفقر كيف اشتسع إذن زيادة في الأسعار، زيادة في الفقر، نحن تنقل هذا الرميد خاصة نأطره، نحن يقوله المستوصفات، نحن يقوله الأطباء، الطاقم الطبي، نحن يقوله الإداريين، نحن يقوله الممردين، هذا هو واحد في برنامجه ولكن ما نجيبه الاعتمادات هذا الشارع جميل جداً؟ الاعتمادات رمشينا في نسبة النمو ركش في الثلاثة 8% والثاني الاعتمادات تنقله 8% كتقوله خارج القطاع الفلاحي، نسبة النمو ستكون إجمالاً، لأنني كتقولي اليوم هاد الحكومة ستسالي بواحد دونس، رك خديتي فيها كل شي، حتى الفلاحي منين أنت توعدني من نسبة النمو، أعطي ليها كاملة 8% خارج الفلاحي ما بمعنى شنو فهمتي فيها؟ لا خارج القطاع الفلاحي، المشكلة هو القطاع الفلاحي، حتى يقدر أعطيك صفر في النمو، يقدر أعطيك خمسة ستة نعم، القطاع الفلاحي عادة تكون سنة متوسطة، أعطيك ما بين جوش 3% لما تنقلو إحنا 8% في النمو من القطاع الفلاحي، هل تجد عليها جوش في المياه؟ يعني ماشي تراجع نراء زي ذي، علاش تنقلو هاد شي غاي يكون هاد نسبة النمو؟ أولا نخصنا مستمر الآن، نسترجع الثقة في الحكومة دياله، الدولة اليوم من الحكومة، خصت تكون هي قاطرة ديال التنمية، تشجيع الصادرات، هادا مطروح علينا بحدة اليوم، باش ندخلو في واحد المنافسة، في المحيط الإقليمي ديالنا والجهوي، خصت الجوج حويج، خصت الإنتاج، خصت الجودة، هاد الانتاج والجودة، فخص يكون الحيوار، ومستوى الحكومة، على مستوى الولايات والعملات، وعلى مستوى القطاعات، فسترجعوا الوحي، الثقة، مستمر لما يسترجع الثقة دياله، رو غاي يستمر الأمول دياله، وما يسترجعها، رو ما يستمرش، نقتلوا لا، أولا نهدروا على اللحاك يا مليون، القطاعات اللي خصنا لا بدان نزلو لها، ونحاولو نعالجوها، وتنظروا على الجماريك وتنظروا على الدرائب. إصلاح الدرائب رأى قطاع ديال الدريبة رأى مهم جدا. إصلاح الجماريك رأى مهم جدا. المصمرين تيتشكاو لا بالنسبة للتصدير ولا بالنسبة للواردة. جوج مشاكل خلق مخلوق. إلا أصلحنا هاد القطاع رأى مداخلنا ستتحسن. قطاع المحافظة اليوم. محافظة مداخل هذه السبعة في المئة اليوم اللي تندخلون. إذا ما تبقى. ديوة لكن مشي أننا ننشي البوادي الناس اللي هادي سنوات وهي تتستغل تلك الأراضي ونحفظها ونخليوا الناس في الشارع. عبدا لا مشي هو هذا. كاين مدن بكامله. كاين أراضي كثيرة ديال الجمعة. 12 مليون هكتار. تنقول 12 مليون هكتار. إلا قبطنا جوجة المليون ديالهكتار. وخصصناها المشاريع كبرى. وفتحناها للمستمرين. وراجعنا بعض المؤسسات العمومية اللي بدأت كقاطرة ديالتنمية واللي اليوم الدور دياله صبح يناقش. أتشيرا من داخل الحزن. من 2007-2011. أنا تقول لك اليوم شغن ديروه. 2007-2011 ودرنا تبارك الله ما درنا. والحياة مستمرة ما غنجيوش في خمسين وغنديرو كل شيء. ولكن على الأقل نقص الاحتقان والشعبي تيقف الإدارة ديالو. والمستمر تيقف الحكومة ديالو. وانطالقوا من جديد كين إصلاحات كين كفاءات. هذه الأراضي مهمة جدا لأن كتحيلني الواحد السؤال بنت نقول لك ديال توزيع العادل للتروات. قلت يا عديد من المرات. قلت أننا من غنجيو غننفعل مبدأ التوزيع العادل للتروات. هذا مهم بثاف. وهذا منطلق للعدل الاجتماعي. كيفاش غدي تحققوا هذا الهدف اللي هو مهم بثاف. نحن تقول هذا الأراضي لأن اليوم كين نقاش. كين مثلا تتجيل السيداجي أو العمران مثلا تتخذ أراضي ديال الدولار. مثلا بمئة وخمسين درام مئتين درام تلتمية درام. ولكن تشوفها تتبع المستمرين بألف وخمسمائة ألفين درام. اليوم كان هذا الشي كان في واحد الوقت ما كانوش قطاعات مهيكلة ديال التعمير. اليوم لها شركة كبرى اليوم. هات الشركة الكبرى اللي غيمكننا ندخله معها في واحد الشراكة. اللي تكون قطاع عام قطاع خاص. وتعطاه هات الأراضي بوحتمن محترم. باش ندخلوها الخزينة ديال الدولة. هات الخزينة الدولة غتستافد نجوج لحويش. أولا امتمر الأرض. وتانيا من الضرائب. وتالتان يكون عندنا واحد المشروع ديال واحد شرافة المياه. فهذا الأراضي تخصص لدور الصافح. اللي بغينا نقضي على دور الصافح. خصنا شاركة مع القطاع الخاص. أما اليوم ترحلوا ألف دار. تنخليهم مياه. لأنها فيها عائلة مركبة. لأنها فيها مرة مطلقة. تنخليها مياه. تدوز عود سنتين. تتولدك الآلف. يعني تمقوا في واحد المسلسل. ما غننخرجوش منه. كنا بدينا في واحد المسلسل ديال المدن. بدون صافح في الحكومة السابقة. ولكن توقف هذا المسلسل. وما استمرش. لأن الناس. بحي لا تتعطيش حاجة من جيبها. الحمد لله الأراضي كاينة. كلها عائلة تستافد من القطعات ديالها. لما تنعطيها القطعات. يشترك معاشي واحد. تبنيه السفلي. الأخر تبنيه الفوقي. والروج تيدور. والحركة تدور. وهكذا المغرب يعيش. إذا هذه الأراضي. بغنا نخصها. مثل هذه الأعمال. فيها عمل اجتماعي. فيها مداخل الدولة. التي لديها فنادق تتسيرها. لا شيء مختصاصها. السيداجي ما عندها. لماذا تدير. لأن تبع لك بعض الفنادق مثلا. أو مفاس جنين فاس. لما تنهضر عليه. ثلاث سنين وهذه واقف. والإصلاحات. ولا يجيتون خمار تحيدون السيداجي. هذه المسألة. أخص الفصل في هذا الشيء. مزيلا. طبيعة. هذا نقاش تنفتحه. نقاش مهم. هذا نقاش. لأنه ما يمكنش. واحد الفوندق. اللي ما عندناش الناس اختصاص دياله. نقاش كل مرة. هذه سبعات المليار. هذه ثلاثين مليار. هذه عشرين مليار. تجدك الشركة اللي ستكري. تقولك الله. هذا الإصلاح ماشي هو هذا. عاود للإصلاح. وقناة السنين. نحن محرومين. داخل الفاس. وفي بعض المناطق. إذن دوي الاختصاص. وعندنا الحمد لله مؤسسات. كفاءات سياحية. عندنا مؤسسات عقارية. عندنا شركات. عندنا كل شخص. ننتقه اليوم. في القطاع الخاص. ولا تقنى في القطاع الخاص. وتهيكل. الشباب المغربي. غا يمشي. يشتغل في القطاع الخاص. لأنه غا يضمن المستقبل دياله. وغا تكون الأجور أحسن. وغا تكون النتائج أحسن. وغا تكون المرضودي أحسن. وغا تكون الأمباك ديالهم. طبعا تحال. غا تكون على ميزانيات الدولة. طيب. ندخل معاكل الشق ديال الانتخابات. وأنا كنت كنت طالع جريدة العالم. لقيت واحد المقال يدين فيه. مسألة ديال الترحال السياسي. ودي ضاهرة يعني خاطيرة على البنظومة السياسية ككل. وكيعطي المثال ديال واحد المستشار كان استقلالي. وفي 2015 غادر الاستقلال. ومشى الحزب العهد. ترشح. في تيرغيست. وفي 2016 خرج من حزب العهد. ومشى التجمع الأحرار. هذا المقال يدين هذه المسألة. ولكن في نفس الوقت كنت نلقى بها في حزب الاستقلال. دخل واحد للمسألة أخرى. اللي هي الترحال الحكومي. هذا وزير في حكومة. خرج من حزب. في الحكومة. وغيمشي الحزب الاستقلال اللي في المعارضة. وزكيت وقبلتوا هذه القضية. كتساهموا كذلك في هذه المسألة هذه. قلبي طبعت حلال الحسن الحدد. نعطيك موقف حزب الاستقلال. موقف جريدة جريدة. رأى الليسان حزب الاستقلال. ولكن الصحفيين عندهم استقلالية القرار دينا. ما بقاش داك العالم. حتى تتشاور مع الأمين العام. بعد تخرج مقال من المقالات. ما أمر الأمين العام. التدخل لا في جريدة العالم. ولا الرأي ولا الموقع الرسمي دي الحزب الاستقلال. كان واحد العمل الحمد لله. والثقة في الإخوان. وكل واحد تعبر على الرأي دياله. جيب موقف. تنقل موقفنا واضح. اليوم العالم تبع لي من أمريكا. ودوز الفرصة. وصير الألمانيا ما يحصل فيها الآن. وإسبانيا. وهذا ما يسمى عندنا بالترحال. نحن نأخذ بعض المصطلحات التي تكون دازت عليها مئات سنة في الدول الديمقراطية. أنا تنفتخر والله وتنقلها صادقا. أنه لما تنشوف الأن لوائح على المستوى الوطني. لهذا البرلمان ولهذا الجامعات تلقى تقريبا تولوت استقلالي. تولوت فلوح كلها. والباقي إما عائلة تبوها استقلالي ولا جدو استقلالي. وتنقل الحمد لله الحق السياسي المغربي استقلالي. وتنقلوا إحنا واحد المستنباس. هذا المستنباس عنده واحد النبتة طيبة. وصبح الأطور دينا مطلوبين في كل مكان. استقلالي في الممشاة تبقى استقلالي. وتبقى وطني وتخدم وطنه. ولهذا لا أرى مانعا أنه شي حزب ما زال خصوش استقلالي أنا موجود. هذا جواب واضح لني. نهائيا بغيش استقلالي سابقا في قبة البرلمان. ما دنيا اللي بغيك برتي شي مستشار لبرلمان يجي لحزب استقلال. نهائيا بغيش استقلالي. نهائيا بغيش استقلالي. نهائيا بغيش استقلالي. رأى فيه الرأي ورأي الآخر. حزب استقلالي يوم أخذ لمبادرة صبحات سهلة فيه. حزب استقلالي يوم ديال النقد داتي. الشبيبة من حقها تدير نقد للجنة في ديال الحزب. بالأخلاق اللي تنعيشها داخل حزب استقلالي. ولكن نعطيك لمستارة اللي تبعثها للجنة في ديال الحزب. أولا داخل الشبيبة داخل اللائحة ديال المرأة أو اللائحة ديال الشباب. كانت هناك انتخابات جهوية. ماذا كل يتشارك في الانتخابات؟ أعضاء المجلس الوطني المنتمون للجهة. اللي هو برلمان العزب. هاد المنافسة مراسمة بالإخوان. وتحدد التاريخ وضع الطلبات ونهاية وضع الطلبات. وترشح الأخوات والإخوان في الجهة. وكانت انتخابات نازيهة ديمقراطية. العيب هو أن تخرج بلاغ الشبيبة. وتقول أن انتخابات كانت مظورة. هاده هاده نناقش ونجمع الشبيبة. ونقول لهم ما غالطين ولا ما غالطينش. هل تعبنا الحجة والداليل. هاده لم يكن. فين جاء الاختلاف. ما بين الشبيبة وما بين القيادة. احنا في مقصة اللائحة الوطنية. ديال المرأة في السابق. درنا انتخابات على مستوى الجهة. وهذا كل لوائح اللي تطلعون من كل جهة. على حساب الترتيب ديال كل جهة في الانتخابات الاخيرة. تندلوا الترتيب ديال اللائحة. واحد الجهة جابت مائتين الف صوت. جهة جابت مائتين الف صوت. الجهة اللي جابت مائتين الف صوت. منا تكون او لا تكون واكلة اللائحة. والجهة الثانية والثالثة كذلك تلجيها رقم 12. فيما يخص لمرأة. هذا ما فيما تطرحش اشكال بزر. لان الحزب كله يخد هذا العدد. لا تنجيوا للشابيبة. لتنجيوا للشابيبة. هذا الترتيب. يلا الله تجعل الحضود ديال الخمسة تلستا ديال الاخوان. اذا ما باقي مستع. هو عنده رأيه تعبر عليه داخل التنظيم. وتقول ان انتخابات خرى داخل الجنة مركزية الشابيبة. احنا حزب. لا احنا حزب. شكل اكثر. واش المجلس الوطني اللي هو برلمان الحزب. او اللجنة مركزية ديال الشابيبة. هذا سؤال عندنا مطروح. وكي النقاش. الاغلبية تقول ان المجلس الوطني هو الذي له الحق. الاختيار. هذا ودهس ديمقراطية جهوية. والترتيب تيمشي على حساب النتائج الجهوية. لماذا؟ لتحفيز الجهات في المستقبل. مثلا في سبعة اكتوب. اللي غام بنيوا عليها انتخابات الجماعية. خاصة الناس تنافس. بتجيب ارقام قياسية. باش يكون عند الارتبال كله والتانية. ولكن اللي ماشي عادي هو. تفضر في الانتخابية خروج الشابيبة ديالحزب. ببيان شديد اللجا. في العود ان المسألة تعالج داخليا. ما هو هذا شديد اللجا؟ ما لناش. عادي. انا غادي نعطيك. يلجاك شديد اللجاك يدير البناء بين القضاء. لا عادي. لا شوف التوصيف ماشي مشكل. ولكن منك نشوف الترتيب ديال احد الشباب ربما ده لخلق مشكل. نهائي على حساب الجهاز. لا ولكن انا اعطيك الترتيب. ما زهر شي واحد ما عارف الترتيب بعدها نهائي. الترتيب اللي عندنا من مصادر من داخل الحزب. نهائي على المثال. عندنا في الرتبة الأولى نجل عباس الفاسي. ابدا. في الرتبة الثانية سير وولد رشيد. الغالط. في الرتبة الثالثة نجل خاملة شباط. غالط 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 غالط. أولا الجاعة فاس مكنس هي الأولى. ورغم ذلك ما فيها شباط. هو نجل. لا ما فيها وهكذاك ما غالط تاخد شوك اللائحة. دو الغالط. حت كاينش منظمة عندها كاتب عام كاين. يعني كاين نقاش هاتش كله اللي تدخل مغلوط. هاته تسريبات خاوية. والناس تجتهد. ولما تقول وافاس مكنس هي الأولى. إذا غايكون نجل الأمي العام. طريقة الذي تمت بها. غايباش نقول نجل الأمي العام. أولا داس فانتخابة. وكانت منافسة. وكانت منافسة شديدة. ما بين الإخوان. وكانت نتيجة ثلاثين ثلاثة وسبعين. يعني هادوا أعضاء مجلس وطانين. هذه المسألة عادية. نجل الأمي العام مشيحة ولدي. أول أصغر معتقل في العالم. هو نجل السابط في عشر سنين. تعتقل في 14 دو جامبير تسعين. وأدام أدام من ضربين واجرحين. وما إلى ذلك وفي السن دي العشر السنوات. هذك السنوات رصرفها كي كانت. ثانيا كل محطة انتخابية إلا ويؤدي الثمن. وآخره هاد المحطة. أولا الانجاح في المجلس المستشاري. في جهة فاس مكناس. ما عنده طعن في المحكامة. ما عنده طعن في المجلس الدستوري. ولكن أبناء شابط الدو الثمن. وتصدر في حقهم حكم في المتدائي. على أساس أنه الفساد الانتخابي. 8 شهور موقفة تنفيذ. فينه هو هاد الفساد الانتخابي. ما كي لا متابعة لد للنجاح. يعني هاد الولاد تؤديوا تمن ومناضلين دي الميدان. ثانيا. هذا رمشان العالم القراوي. جماعة برار حفتازة وره رئيس شماعة. تشتغل على قدام وثق ودار بنية تحتية حقيقية في العالم القراوي. وعطينا موداج للشباب المغربي. باش يمشي لعالم القراوي. ويترشح وينجاح. الأمين العام دي الشابيب الاستقلالي. عباسي. ما كينش في هذا. بل أكثر من ذلك. ممكن تم وصفه. تم وصفه بواحد الوصف في شوية قدحي. عبدا. هذا أولا كاذب وابوهتان. مردسوش. صدر البلاغ دي الناتق الرسمي. ويكذب ذلك. ما عمرش اجتماع دي اي لجنة. او دي الجنة تفيدية. اللي تطرح فيها ما سميها. بهذاك الموضوع القدحي. عمره ما كان. نهائيا. حزب الاستقلال. حزب وطني. حزب الاستقلال. أولا يفضل هذه الأقالم الجنوبية. على باقي الأقالم. لأنها موضوع اهتمام من مغاربة كلهم. قضية دي الوحدة الترابية. موضوع دائما. احنا بنسبة الينا. وكل احارة دينهم الأقالم الجنوبية. أولا. الصحراء المغربية. واللي دافع عليها. ازدعى الله يرحمون لي. ما زالي تندافع عليها. وسنستمر. بالنسبة الينا. غالية جدا. ولهذا ما يمكنش واحد. يديرش سبق الضحي. لأي واحد من هاد الأقالم. نهائيا بالعكس. تديننا هذا الموضوع. السؤال ما قبل الأخير. اتهمتي الإعلام العمومي بيضرب العمل السياسي. وهذا اتهام نقدر بالخطير. لأن هذا الإعلام العمومي. ونعرف من يبشر الإعلام العمومي. ما يفرض فيه. أنه يحفز الشباب. يحفز المغاربة. باش يمشوا بكتافة يصوتوا. إذا كان الإعلام العمومي. يضرب العمل السياسي. ما من رسالة غالي نعطيه للمغاربة. باش يمشوا بكتافة. واليوم الريهان ديال المغاربة. كلهم قاطبة. هو أن نسبة المشاركة تكون كبيرة. ما الذي جعلك تبني على هذه المسألة. وتقول كي يضرب العمل السياسي. لا. أنا شكرك على الدفاع للإعلام العمومي. لا. لا تنطرح إشكالية. ما تندفع جليه. ولكن اللي تبني. ما تتبعش البرامج. ما تنسقلت برنامج. كيف ياشتبع لي غير آخر برنامج. شو تقول للناس عن العمل السياسي. والخطب السياسي. لا. باش يكون واضحين. لا. لا. باش يكون واضحين. شوف. باش يكون واضحين. التدخل في الشؤول الأحزاب السياسية. مع كامل الأسف التلفزيون المغربية. راح حاضر بقوة. تيجي محلل. ما ناعش. واش فايق. واش تعرف حزب استقرار. ومت تعرفش قوانينه. واش تعرفش حزب أخر. لم تعرفش قوانينه. وتيجي بقى يدير شي فتاوي. وتيقول شي كله فاسد. وهذا الحق السياسي. وهذا السياسيين ضربوا من الله. وهذا السياسيين مبعوش يهديهم من الله. وهذا السياسيين تبعني غير ريع. واللي تيدخل السياسة. رات تيدخل غير من أجل منفاعة. ومن أجل مصلحة. هذا الشي كله سمعناه في الإعلام العمومي. لهذا يمكن لكم. لا هذا. فتاة فان تنظروا. تنظروا واحد النقد ذاتي لبعضياتنا. نعم. تقول ليش يش كنت يسيره. لا شكنا. بسبب لي لي كان وزير الاتصال. نعم. لا هذا وزير الاتصال ما قدش على هذا الشي. لماذا قال سين هذا وزارة. لا. لا. باش نقول لهش كنت يسيره. كنت يسيره كان وزارة للإعلام. كان وزارة. لما مشي في وزارة الإعلام ما تدخلش في خط تحريري. كان دفتر تحمل تجاه الهاكا. ولكن وزير الاتصال ما تدخلش في الخط تحريري. نهائيا. لا يدخلش. ولكن الهاكا عندها مسؤولية. نحن غان تحملوا مسؤوليتنا لو كنا في هذا الوزارة. باش يكونوا واضحين. اذا غادروا الرقابة للتحريري. ده ماشي الرقابة. اشوف الإعلام مرا تخصوا يكون في خدمة الوطن. بكل تأكيد. ما يمكنش تكون ديمقراطية بدون أحزاب سياسية. أكيد. صحفين. ما نبقاش نديروا شيء مقارنات التي لا تقارن. ما تتقارن. ستبقى نديروا مقارنات. نهائيا. اللي خسو يجي هدر على الأحزاب السياسية. خسو يكون متمكين. كائنين. محللين سياسيين. لا. أنا أنحاني لهم. الكفاءة ديالهم. المقدورة ديالهم. وكاين اللي تسلطوا على هذه المهمة. وتجوا يقولوا اللي فراسهم. اللي عنده شي حساب مع شي وعد. تمشي صفايا في الإعلام العمومي. ماشي معقول. خلي المواقع كل موقع عنده اتجاه دياله. هذا كلام. ولكن نفقى الناس القدح. والسب. والشتم في العقل السياسي. وفي الأحزاب السياسية. شوية صعب. وتتقول هاد الناس. ما صالحيش ضربهم بالله. كيف أش بغى تكون هاد المشاركة. معناه ندعو الناس إلا عزوف. والعملية الانتخابية والعزوف. ولهذا احنا شي من المحبة ديال البلاد. والقناعة الشخصية ديالي. ودية الحزب السقلال. أن الإعلام. كان عموميا أو خصوصيا. آلية من الآليات ديال بناء دولة القانون. مزيع نبقى. أساسية. ولا بد برش تكون دولة القانون. ستكون دولة الديمقراطية. واللي غا يستهم في هذا الشيء. هو الإعلام. إذا الإعلام. يكون في هاد المرحلة. تيدافع للوطن. تيدافع للسياسة. تيدافع للسياسية. تيدافع المجتمع بكامله. لأن الخارج ستضربناه بالإعلام دياله. بكل التأكيد. أن الإعلام اليوم في الدور ديره. وفي هذه الفترة الانتخابات. خاصة يكون عنده الهدف الأسماء. هو رفع مستوى المشاركة. لمستوى يعني يشري في المغرب. كأخر سؤال. في هذا المجال. ما هي الرسالة التي توجدها للشباب. وخصوصا للشباب. الذين يصلوا للسن. للانتخاب. وكانهم منهم شرحة كبيرة. التي تسجلت. ما هي الرسالة التي تقول لهم. أنا اللي تنبغين نأكد للشباب. أنه الإنسان دائما يكون متفائل. والنموذج الآن للحزب الاستقلال. اللي وصلها ميت شابط. من قرية صغيرة أو من دوار. إلى مدينة فاز. إلى الكتابة العامة الاتحاد العامة الشغالين. إلى الأمانة العامة للحزب الاستقلال. نموذج من النماذج. اللي يجب الشباب المغربي أن يحتدي بها. وأن يقوم بالعمل. وأن يعمل بالليل والنهار. من أجل أن يصل إلى مصادر القرار. لا يمكن شيء واحد. أنه سوف يصل إلى المرتبة. في هذا القرار. أو سوف يصل إلى برلمان. أو سوف يصل إلى الجماعة. أو سوف يصل إلى شيء من سامي. ولا هذا الشباب. عليها أن يكون أولا تاق في رأسه. ينخرط في الحق السياسي. والأحزاب السياسية. وكل واحد. والفكر دياله. ينخرط في أي حزب. مهم يدير السياسة. يعني أنها أساسية. والسياسة إما أن تمارسها. وإما أن تمارسها عليك. وخصصهم يكونوا تاقين في بلادهم. لأنه. أنا ضد هاد الهجرات الشباب. مثلا كانوا. والتي يحرك. ولا لا. يبقى. يكافح. ينظل في بلاده. باش تكون واحد عدالة اجتماعية. باش نهيئوا جميع المناصب. ويشارك. الآن. وصوته. هو اللي غدي يجيب له الكرامة دياله. نرفعنا شعار الكرامة. هات الصوت. هو اللي غدي وصلنا للكرامة ديالنا. اللي هي السكن اللائق. واللي هي التمضروس. واللي هي التطبيب. واللي هي التشغيل. واللي هي العدالة الاجتماعية. نحن نستمرين. مثلا نحضروا على العدالة الاجتماعية. ورفع الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى. مشي الطبقة الغانية. نهبطوها الطبقة الوسطى والوسطى للفقيرة. أبدا. بالعكس لنا. النقده ما يمكنه إلقاده. الشباب عنده بسؤولية تاريخية. لان اللي حر المغرب كانوا الشباب. واللي جابوا الديمقراطية لها البلاد الشباب. ولا يدريس اللي أسسها الدولة. أسسها وافع عمره 11 سنة. على الفاسل اللي يبدأ العمل السياسي. وافع عمره 15 سنة. إذا الشباب يتق فرصه. ويزيد الأمام. من أجل كرامات المواطن المغربي بصفة عامة. على هذه النبرة التفاؤلية. شكرا لأستاذ حميد شباط. الأمين العام الحزب الاستقلال. وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم إن شاء الله. وشكرا لكل المشاهدين. اشتركوا في القناة